أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة بقادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة لسيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيا زكي وذلك لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية من جانبي أشار رئيس الهيئة إلى تلقي المنطقة الاقتصادية لعدة عروض لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل النطاق سواء بمنطقة السخنة المتكاملة أو منطقة شرق بورسعيد